على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تبحث رئيس والحكومة المغربية عزيز أغنوش مع النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة المالية والتحول الرقمي ناديا كالبينو سانتاماريا وتم التطرق لمختلف أوجه الشراكة التي تجمع البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك وكذا تشجيع الاستثمارات الإسبانية في المغرب بهذه المناسبة نوها عزيز أغنوش بانخراط المملكتين المغربية والإسبانية في مسار متجدد للتعاون يستجيب للإرادة القوية للعاهلين الملك محمد السادس والملك فليب السادس من أجل ترسيخ شراكة استراتيجية ثنائية وخلال الاجتماع أشادت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع البلدين وبنجاح المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في تدبير أزمة زلزال الحوزة كما تبادل الجانبان التهاني بمناسبة حصول المغرب وإسبانيا رفقة البرتغال على شرف تنظيم كأس العالم 2030 والذي يكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات بين المملكتين ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية شكرا